في دراسة حديثة قالت أن اللوب الداخلي لكوكب الأرض كان بيدور بشكل أبطأ من المعتاد منذ عام 2010 وقالت الدراسة أيضا أن هذا التراجع الغام التسبب في إطالة فترة النهار وتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل فاق كل التوقعات يعني موضوع يبدو معقد ولكن هنفهم ومبسطه لحضراتكم من خلال دفتة منورة في الستوديو دكتور عبد المسيح سمعان الأستاذ بوكليز الدراسات الأولية والبحوث البيئية بجماعة عين شمس سبعة الخير راح عليك يا دكتور سبعة الخير يا فندم أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين الكرام أهلا بحضرتك يعني حضرتك لو تبسط لنا هذه الدراسة وإيه علاقة اللوب الداخلي للأرض بارتفاع درجات الحرارة هو الحقيقة دي ساعات بيبقى فيه تغيرات طبيعية يعني احنا دايما نقول درجات الحرارة أو تغير المناخ بيصل من شقين شق طبيعي وشق فعل الإنسان فأحيانا دوران الأرض حول الشمس بيصحبوا بعض التغيرات اللي ممكن تأثر على درجات الحرارة وفي نفس الوقت ممكن لب الأرض يبقى فيه بعض التغيرات لأنه لب الأرض ده عبارة عن معادن وصخور ساخنة فلو حدث تغيرات في هذه الحركة ممكن يزود لنا درجات الحرارة بس هو مش هو ده السبب الرئيسي لللي احنا شايفينه دلوقتي السبب الرئيسي الأكتر هو نشاط الإنسان أكتر منه الدوران الطبيعي أو الحركة أو التغيرات الفيزيو كيميائية اللي هي خاصة بإنسان ومش ممكن يكون نشاط الإنسان السلبي ده أثر على لب كوكب الأرض لا هو نشاط الإنسان بيبقى على سطح الأرض أفضل منه لب الأرض ده لب الأرض ده خاص حتى حدثك بتلاقي البراكين بتطلع من لب الأرض فبتطلع معها المحمى أو المواد المعدنية والسخور بس أنا كنت بفكر أنا بس مع الدراسة دي قد إيه الإنسان على مضار ألاف السنين مش ألاف السنين حنقول مئات السنين أخرج من كوكب الأرض أو من باطن الأرض يعني زي مضار الهوى وزي مضار المية هو أخذ بترول وأخذ سروات معدنية وأخذ معادن وأخذ مية جوفية الحاجات دي ما تأثرش؟ يعني مش بالشكل اللي إحنا متخيلين يعني لأن الأرض بطبيعتها ربنا لما خلق الأرض خلق فيها التزين فهي دي ما تأثرش قوي على السطح الأرض لأن كل التفاعلات اللي بتحصل في المناخ بتحصل على القشرة الأرضية لغاية الغلاف الجوي وليس داخل بطن الأرض بطن الأرض ده حاجة يعني فيزيو كيميائية بتتحرك وتتعدل وتتبدل لكن بترجع لأصلها طالة المدة أو قصرة فهو ده مش هو ده السبب الرئيسي لهذا الأمر ولكن النشاط اللي بيتم على سطح الأرض من قبل الإنسان طيب خلينا برضو مبسطها بشكل أكبر يعني حاجة بتقول إنه نشاط الإنسان معني أكتر أو بيؤثر أكتر على سطح الأرض بالنسبة اللي هو بالدخيل للأرض إيه الأسباب اللي ممكن يعني تكون قدت إن هو يدور بشكل أبطأ من المعدل الطبيعي بيبقى التجاذب ما بين الشمس والأرض هو ده السبب الرئيسي أحيانا بيحصل يعني بشكل طبيعي إن العلاقة بين الشمس والأرض تختل شوية أو بيبقى فيها حركة دينماكية بفترة من الفترات هي دي اللي بتأثر على الحركة أو بتعمل هذا الأثر في المقام الأول لكن زي ما قلنا هو الأساس هو الإنسان في المقام الأول يعني يا ظل الإنسان طيب ارتفاع درجات الحرارة يعني بأي شكل من الأشكال الدراسة دي قالت إنه كان في 2010 واستمر حتى الآن يعني تسقن بدراسة اللوب بكوكب الأرض ما هي الدراسة؟ يعني هي الدراسة عملت على أساس إنه بيدور خلال السنوات الماضية هو إيه اللي حصل بالضبط وإيه دوران وإيه النقاط وإيه درجات الحرارة بيحاول يربط بين هذا الشيء وبين درجات الحرارة يعني كمخرج من إنه بلاش الإنسان قوي لا ده فيه حركة طبيعية للأرض بس ده دي الدراسة يعني لكن هي ما بتبين لناش قوي يعني ما يحدث بالفعل من زيادة درجات الحرارة اللي هي الدرجة و4 من 10 اللي احنا وصلنا لها هو بيقول بشكل نظري أو بشكل عام إيه اللي بيحصل وبيحاول يبرر لنا لأنه في بعض الطيارات اللي بتقول أنه أحيانا الحرارة الزيادة مش بسبب الإنسان قوي ده بعض الطيارات اللي بتقول كده لكنها بسبب بقى حاجات طبيعية وبيدلل على كده على مدار سنوات كتيرة حتى قبل قيام الثورة الصناعية لما كان بيحصل الأشياء اللي بتحصل فيه كوكب الأرض زي بنشوف العصر الميوسيني العصر الكربوني الحاجات دي كلها بس دي حاجات خلاص انتهت ومعدتش بتكرر هو اللي بتكرر دلوقتي بعد الثورة الصناعية وإحنا لم نشعر بهذا الأمر إلا بعد الثورة الصناعية اللي هي بدأت في القرن الماضي طيب دكتور يعني يبدو أنه درجة الحرارة هي المؤثر الأكبر في التغيرات المناخية بشكل عام يعني حتى زيها زي جسم الإنسان يعني أول ما درجة حرارة جسم الإنسان نفسها بتختل بيبقى فيه تغيرات كمان في السيولوجية في جسم الإنسان جسم كله تركبته نفسها بتتغير فخلي يعرف من حضرتك فكرة أن كل التغيرات المناخية اللي بتحدث حوالينا دلوقتي كلها مرتبطة بفكرة ارتفاع درجات الحرارة بالتأكيد لأنه هو من بعد الثورة الصناعية بتدير نحس نشعر أن درجة الحرارة بتدير تزيد نصف فبتدير تحصل تأثيرات زاد الدرجة بتدير تأثيرات أكتر حضرتك النهاردة داخلين زي ما قلنا 1.4 من 10 التأثيرات عنيفة جدا احنا لم نشهد هذه التغيرات على مدار سنوات طويلة جدا ويمكن كمان احنا نشعر الآن بأن التقدم بتاعة درجات الحرارة كنا متخيلين أن احنا ممكن نوصل لـ 1.5 ده أو 1.4 من 10 بعد عشرات السنين لكن تقدم هذه الدرجة وزيادتها خلال فترة وجيزة ده بيؤكد 100% أن ده بفعل النشاط الإنساني اللي هو على مستوى العالم كله وعلى مستوى الصناعات والعربيات والسيارات وقطع الأشجار وقطع الغابات كل ده مزود لنا نسبة سانيوكسيدي الكربون اللي كانت 280 جزء في المليون أصبحت 420 جزء في المليون هو ده السبب الرئيسي اللي بيخلي درجات الحرارة دكتور كل الزواهر البيئية المختلفة اللي احنا بنشوفها ده بقى تير غريبة ندر نربطها بفكرة ارتفاع درجات الحرارة يعني إن كانت الزلازل الحرائق البراكين كل الزواهر الغريبة دي ندر نربطها بفكرة الاحتباس الحرائي أو ارتفاع درجات الحرارة لا حضرتك نقسم ده الشقين في حاجات طبيعية زي ما احنا قلنا البوركان ده شيء طبيعي مالوش علاقة ده هو يزود درجات الحرارة مش أثر يعني مش تأثر بتغير المناخ فدي حاجة الزلازل بتبعد شوية عن زيادة درجات الحرارة لأن دي صفائح تكتونية في بطن الأرض فبييجي عند الطاقة السزمية اللي موجودة في بطن الأرض تطلع عند ضعف الصفائح التكتونية فبتطلع القيمة الطاقة الهائلة اللي بتعمل الزلزال لكن لما بنتكلم على الشق الآخر وهو الحرائق في الغابات ده نتيجة جفاف الشجر نتيجة الحرارة الشديدة والرياح الشديدة الساخنة فبتخلي الشجر نفسه جاف وبالتالي أي احتكاك في الفروع بيعمل لنا شرارة وبيخلي الغابة يعني يحصل فيها حرائق شديدة جدا وبالتالي ده أصل لتغير المناخ أو أصل لاحتباس الحرارة السيول والفيضانات اللي بتحصل في مناطق في العالم أثر ليه حضرتك درجات الحرارة بتأثر على حركة الرياح وبالتالي الرياح ممكن تنتقل من مكان إلى مكان بشكل مفاجئ بتحمل معها كميات كبيرة من الصحب مفترض أن دي بتنزل في مناطق معين لما الدرجات الحرارة غيرت تغير طبعا له حركة الرياح وبالتالي بدل ما تنزل الأمطار في النهر بتدت تنزل في مناطق أخرى عملت جفاف في الأنهار وعملت سيول في مناطق أخرى وبالتالي ده تدعي آخر من تدعيات تغير المناخ كل هذه الزواهر موجودة سيول فيضانات حرائق غابات وده طبعا له تأثير على البيئة بشكل عام على التنوع البيولوجيا على الغذاء كل ده موجود وإحنا بنشوفه خلال الفترة السابق خلينا نتكلم عن الغذاء كيف يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على تقليل انتاجية المحاصيل الزراعية الحقيقة كل محصول بينمو وفق درجات حرارة معينة في فترة الإنباد بتاعته في اللي بيطلع في الربيع في اللي بيطلع في الخريف ودلوقتي الفصلين دول موجودين بالضبط في دورة زراعية فهو لو كان درجات الحرارة زادت في فترة معينة ده بيأثر على عملية الإنباد والنضج بتلاقي مثلا المحصول بدل ما يكمل النمو بتاعه بيتساقط وبالتالي ما بيكملش النمو بتاعه تلاقي بعد ذلك كل المحاصيل سوف تتأثر سلبا معدى محصول القطن هو اللي هيزيد نتيجة درجات الحرارة إنما كل المحاصيل الأخرى يعني قولا واحدا ما بين 5% إلى أكتر من 20% على مستوى العالم حتى لو في صوبات زراعية حتى لو في الصوبات دي ده حل يعني إيه محلي يعني بتعمل الدول مؤقت آه حل يعني لحل أزمة معينة عشان انت بتقدر تكيف الصوبة بدرجات حرارة معينة فبتحافظ على جو الصوبة لعملية الإنباد لكن ما هيش منتشرة يعني هي بتحل مشكلة جزئية وليست مشكلة كليه لكن احنا بنتكلم على الغذاء الطبيعي اللي بيحدث فيه العالم وبالتالي بالفعل النهاردة بنتكلم على أن الناتج الإجمالي المحلي هيقل في العالم أكتر من 38 تلريون دولار نتيجة المشاكل اللي احنا بنشوفها في عملية الزراعة وتدعياتها على الاقتصاد وغير وغيره وبالتالي ده بينبه العالم إلى لابد أن احنا ناخد حلول إجرائية وواقعية لمواجهة هذه المشكلة يعني العالم ما كانش مصدق يعني احنا بنتكلم بقالنا سنوات وبنقول يا جماعة فيه كان عندنا ست سانياريوهات لتغير المناخ العالم يعني يقولك طب هنعمل طب هنسوي طب فيه تدعيات فيه فيه لكن أتصور أنه لازم العالم يتحرك بالفعل لوقف هذا الأمر اللي احنا شايفينه النهاردة احنا بنشوف موجات حرة بتقعد بالعشر أيام ما كانش ده موجود قبل كده طبعا ده بيرتبط بيه بزواهر أخرى يعني مثلا بنسمع عن ظاهرة القباب الحراري القباب الحراريدي عبار عن مرتفع جوي بيسيطر على المنطقة المرتفع جوي ده بيمنع الحرارة الساخنة أن هي تتبدد إلى الفضاء كان زمان من سنوات المرتفع جوي ده يقعد يومين ثلاثة يقولك موجة حرة يومين ثلاثة حضرتك دلوقتي المرتفع ده أصبح متمركز لفترة طويلة قد تبدو أسبوع عشر تيام وبالتالي كل الحرارة اللي موجودة مش قادرة تتبدد إلى الفضاء وبالتالي نشعر بموجات الحر الطويلة نتيجة هذه القباب غرفة مغلقة طاقة كلها موجودة ومحبوسة مش قادرة تتبدد إلى الفضاء الخارج وده اللي بيأثر على مناحي متعددة في قطاع الكهرباء في قطاع المية في مناحي كتير جدا بيأثر عليها في هذه القباب الحرارية بالإضافة أن من تغير المناح عمرنا ما جينا في مصر ولقينا جو خمسة أو ستة بهذه الصورة اللي هي 40 درجات الحرارة وممكن عدة هذه الرقم طبعا إحنا بنقيس درجات الحرارة في الضل لكن في الشمس بتبقى أعلى من كده بكتير يمكن لأنه حدث برضو ظاهرة مرتبطة بتغير المناح وهي تقدم إحنا بنسمع دايما سبعة وثمانية أصعب يومين عندنا أصعب شهرين عندنا في السنة ليه؟ لأن فيه منخفض مشهور جدا اسمه منخفض الهند الموسمي هذا المنخفض بيجلب لنا حواء عندما يمر على البحر المتوسط بيتشبع بوقار المية وبيجي لنا رتوق حر ورتوبة شديدة جدا عندما يمر على البحر الأحمر بتبقى درجة حرارته أعلى فبيأثر على جنوب السعيد بدرجات حرارة مرتفعة طبعا يبدو أن هذا المنخفض تقدم للأمام بدل ما يجي لنا سبعة وثمانية ابتدأ يشتغل على شهر ستة وبالتالي ده نوع من أنواع تغير المناخ ونتمنى بقى ما يكملش معنا لم يرجعش معنا وتمنى كفاية عليه كده ويكتفي بهذا الأمر طيب دكتور أكيد يعني من حضرك ذكرت فكرة السيناريوهات أكيد في دراسات بتعلقة بإجابة سؤال ماذا لو ماذا لو استمر العالم على هذه الوتيرة لو استمر الإنسان بهذا الشكل وظلت كمان ارتفاع درجات الحرارة بهذا المعدل إيه اللي هيحصل إن كان بقى على تنوع البيولوجي إن كان على الأمن الغذائي إن كان على كافة المناحي الحياة بشكل عام إيه اللي هيحصل الحقيقة التداعيات اللي كناها هتزيد بشكل أكبر في معدل التوقيت معدل التوقيت معدل الأولي لأن احنا قلنا كنا متخيني السنان وده يحصل بعد عشرات السنين لأ ده النهار ده بيحصل وبيحصل في كثير من الدول يعني حاول بتشوف أوروبا بتشوف أمريكا بتشوف الصين كل الدول بيطولها هذا وأنا أتصور أنه الطبيعة قد ترغمنا على احترامها طبعا يعني الطبيعة هترغمنا هي بتعمل كده عشان خلاص بقى يمكن كان في التداعيات دي بتحدث دائما على الدول النامية النهار ده بتحدث في الدول المتقدمة اللي هي أصلا سبب زيادة درجات الحرارة نتيجة التصنيع الكبير في الدول الكبر فالنهار ده أتصور أنه لو ده السيناريوهات دي موجودة طبعا هيحصل مشاكل كبيرة جدا نحن شفنا السيول اللي كانت في دبي أبو ظبي في الشهر الماضي يعني لم تحدث من قبل وهكذا أيضا ده هيكون له تداعيات على حفظ التنوع البيولوجي التنوع البيولوجي احنا بنيش عليه غذائنا وكسائنا ودوانا بنيجي من التنوع البيولوجي الأدوية والأكل والشرب وحتى السياحة حتى الترفيه بيجي من التنوع البيولوجي البديل لخلق ربنا وبالتالي كل ده هيتأثر سلبا بهذه الموجات الحرة حتى البحر بالتنوع البيولوجي الجميل فيه النهاردة العالم بيتجه إلى الاقتصاد الأزرق اللي هو نوع من أنواع اللي تستخدم الصروات اللي في البحر وتقدر تستخدمها طب النهاردة أنا لو درجات الحرارة سيخنت على في منطق البحر هيتموت الأسماك وهتموت الكائنات الحية أنا بنشوف ساعات يمكن سمعنا من يومين إرش بيجي الأرش وبتاعة وصم لقاش اللي عايزه المنطقة بتاعته اتغيرت هو بيعيش جسمه على منطقة معينة من درجات الحرارة فبيضطر أن هو ينتقل إلى منطقة قد تكون فيها ناس قد تكون فيها مصطفين وبالتالي السلوك بتاعه بينحرفه وده بيأثر على الناس اللي موجودة تالي كل هذه الأثار هتكون موجودة إن لم يأخذ العالم ويمكن شفنا في كوب 27 لما في خامة الرئيس قال دعونا من الأقوال ولكن خلينا نعمل إيه؟ الأفعال بالفعل إحنا أفعال ضرورية ويمكن مصر بتقوم بجهود كبيرة في هذا المجال رغم أن مصر لا تمثل بالنسبة لتغير أكتر من 7 من 10 في المياه يعني إحنا لا نؤثر في تغير المناع لكن مصر واخد خطوات جدة في هذا الملف الطيور في السماء كيف تتأثر بموجات الإجهاد الحراري؟ يعني الأسماك اللي تأثرت في المياه رغم أن درجات المياه تخفف شوية من حدة الحرارة طيب الطيور اللي في السماء هتموت إحنا عندنا الهجرة بتاعت الطيور كمان يعني تنتقل من مثلا من أوروبا بتجينا إحنا هنا علشان إحنا جونا داخل اختلف توقيتاتها بالضبط اختلف الأمر فالنهار ده لما تلاقي الطيور دي هذه الحرارة الشديدة مش هتقدر تكمل رحلتها إلى المناطق الأخرى اللي هي بتعمل فيها انتظار وبعدين بترجع تاني إلى الأماكن بتاعتها والتالي ده لغة ارتباط بالتنوع البالوجي برضو يعني الطير ده لما بيجي هنا لغة دورات ارتباط بالإيكو سيستم اللي موجود في المنطقة اللي هيقعد فيها بالتالي لو هذا الطير مش موجود هتختل النظم البيئية اللي موجودة في المناطق الأخرى وهذه الطيور هتنفق وبالتالي مش هتقدر تكمل رحلتها نتيجة الحرارة الشديدة اللي موجودة بالتالي سوف تتأثر أيضا الهجرة للطيور وسوف تتأثر احنا عندنا طيور مهاجرة نظام البيئي كله بقى اللي قائم على هذه المنظومة بالضبط كل ده هيتأثر جسم الإنسان نفسه هيتعامل زي ما إن كان الإجهاد الحراري أو الارتفاع درجات الحرارة اللي بقيت مستمرة معنا فزي ما نقول هو بيؤثر على الطيور بيؤثر حتى على سلوك الحياة البحرية أكيد بيؤثر كمان على الإنسان مئة في المئة ومن هنا احنا دايما نشوف ربنا خلق لنا ميكانيزم اسمه ميكانيزم العرق العرق ده ده حاجة طبيعية وحاجة صحية حتى زي ما نقول لك إيه عرق العفية يعني اللي بيرى ده عنده عفية كويس ليه بقى في غدة في المخ اسمه الهايبوسالمس الغدة دي عندما تتعرض لحرارة شديدة تقف ما تشتغلش ميكانيزم العرق كل يقف وبالتالي تظل درجات الحرارة جوه جسم الإنسان كامنة ما تخرجش وبالتالي صعب الإنسان بحرارة شديدة جدا قد تؤدي به إلى الوفاء وده اللي بيبرة لنا ليه في الدول بعض دول أوروبا وغيرها الناس بتموت هناك ليه؟ لأنه هو مش قادر يتكيف ما فيش ميكانيزم العرق مش شغل عشان كده احنا بننصح الناس أولا عدم التعرض المباشر للشمس أو للحرارة بشكل عام الحاجة التانية يحط نفسه فيه كمية مية أو بنيو علشان يقدر أنه هو يشغل الهايبوسالمس ده مرة تانية لو اشتغل يبتدي يعرق وبالتالي ميكانيزم العرق يشتغل وبالتالي مية في المية جسم الإنسان سوف يتأثر سلبا وبالتالي لازم أنه يشرب مية كتير لا تعرضش للدرجات الحرارة العالية يعني المية ده ده عضويا سلوكيا ده عضويا سلوكيا يعني أعتقد أن الدرجات الحرارة تؤثر طبعا الإنسان بيبقى يعني احنا فيه دراسات اتعاملت على لما درجات الحرارة تزيد لقينا أنه درجات الحرارة تزيد العدوانية لدى الأطفال خصوصا اللي هم عندهم يعني مبدأ أو عندهم يعني يعني قبول لهذا الأمر وبالتالي بنجد القلق التوتر العنف تلاقي نفسي يعني يقولك ده أنا مش طايق نفسي ومش طايق غيري والتالي يعني ده بيزود طبعا ما فيه شك أنه العلاقات الإنسانية والتوترات في جو كويس غير لما أشتغل في جو صعب جدا يعني حقيقا طبعا نحن نشكر حضراتك جزيل الشكر دكتور عبد المسيح سمعان الأستاذ بوكلية الدراسات العليا والبحوثة البقية بجماعة عدن شامس مذكرة كيف أندب على كل هدي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا